سد الموصل هو الخطر النائم كما وصف في بعض التقارير تستيقظ المخاوف منه بين الحين والآخر لكن واقع الجفاف وخفاض منسوب الخزين فيه يقلل من أهمية هذه المخاطر في الوقت الحالي بوابتان اثنتان فقط تعملان على ضخ المياه وأعمال التحشية في قاعدة السد مستمرة على مدار الساعة أعمال التحشية مستمرة وعلى مدار الساعة وبتقنية حديثة جدا وبخبرة عالية جدا للكوادر العراقية التي اكتسبها الخبرة المتراكمة لعشرات السدين ملياران فقط من أصل 11 مليار متر مكعب هو الخزين الحالي في السد أما إنتاج الطاقة الكهربائية في المحطات فقد توقف بشكل كامل بسبب الحصار المائي وتنتظر إدارة السد موسم الأمطار القادم على أمل تعويض الخزين المائي في حوض السد وأن الوضع الحالي في مشروع سد الموصل هو وضع مستقر كذلك استمرار أعمال المراقبة البصرية ومراقبة عبر أجهزة التقنيات الحديثة المستخدمة والعائدة إلى قسم سلامة السد أكثر المتضررين في حال حدوث شيء لهذا السد هم سكان الموصل المدينة الأولى التي ستكون بوجه الخزين المائي وهذا ما يجعل التقارير أول من يعصف بمشاعر سكان هذه المدينة ويثير قلقهم بصورة كبيرة مرة جفاف يقول لك إحنا البحيرة خلسانة مرة يقول لك السد مالتنا راح يطق مرة يقول لك أي هزة أرضية راح يطق اليوم الشعب الموصل خايف لدرجة وبالرغم من التطمينات التي أعلنت عنها إدارة السد إلا أن تكرار كارثة سد درنا في ديبيا ما تزال المخاوف قائمة منها وإن كان وضع السد طبيعيا في هذه الأوضاع فقد لا يكون كذلك في الزلازل بحسب ما تحدثت عنه التقارير وأكثر ما يجعل مخاوف سكان المدينة كبيرة هو المساحات المنخفضة التي تشكل جزءا كبيرا من المدينة وفي حال حدث أي شيء للسد فإن هذه المناطق ستغمر بشكل كامل من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير